موسيقى 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 في نص الملعب. فكان هو باخر نص الملعب كله. درجة انت كنت انفراد من نص الملعب. يعني احمد وعاطف ده انفراد من نص الملعب. صحيح. واحمد رفعت هما بينقله من ورا لغاية قدام لغاية ما قسله لابو جبل. وبعديها كرة لعاطف برضو فوق العرض انفراد. فانت البداية نفسها كانت صعبة جدا عنها للزمالك. فطرق بيفرق جدا. كمان كان فيه مشكلة عند الزمالك في الشوت الاول هو فكرة كابتن احمد الخروج بالكرة. يعني الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية بتتكلم في كمية مواهب في الملعب. اه تعرف تحترفز بالكرة تعرف تتحرك بالكرة تعرف تنقل الكرة بشكل كويس ده ما كانش موجود النهاردة في زمانك بشي تلقى. كلمك مزبوط ما في المياه كنت لسه اقول لك انت فيه اربعة يعني وفي يوتشر معهم الكرة ملغين. كان بين شرق وشكبالا واسيف الدين الجزيري واباما. انت الكرة بتتنقل من نص الملعب بتاع في يوتشر خلاص انت بسطين تلاقي انفراد. صح. فمفيش ناحية دفاعية خالص. عشان كده بقول لك كابتن اسامة ارى الموضوع بسرعة. مم. لان هو نازل امام وفتوح وحازم. وطبعا حمزة كان برضو رفعت متفوق عليه الشوت لأولاني بطريقة رهيبة. ميله حمزة المسلولة. ميله. يعني اللي تقول لك كابتن طري نفس الجملة. انت بتتكلم في مدافع دولي. يعني في مدافع كبير. مم. لو مر بمر مرحلة من سوء المستوى دواري جدا لكل اللاعبي. بس بقى له فترة. والله كريم لو هيكلمك على على حمزة نفسه. اه. يعني كاكواري تلعيب. انت يعني لو تتحدد له مستوى. هتحدد له السبعة متشوات والسنة للفاتل اللي هو. في لاخر. اللي الفرقة كلها كت. كت في يعني في اعلى مستويات. صح. هو بقى له فترة كبيرة جدا. انا انا مش قادر امعرفش ايه دي امكانياته. مم. ولا هو تا يعني فنيا مش مش قادر يعني يجيب مستوى تاني. مم. يعني لو فيه متش اتنين تلاتة اربعة مش لكن هو بقى له فترة كبيرة جدا. يعني مفيش مفيش حي خالص ناحية اليمين. مم. وبالعكس انت بتبقى في يعني انا مش عايز اقولها يعني اللي هي نقطة الضعف ناحية اليمين. فأنا متهالي اللي هو في. في نقطة الضعف خلاص. اه. لا ما هو يعني لو سألت اي حد انت. طبعا. لا ما هو الناس كلها بتنتفله. اه يعني احمد ريف عات الشوت لأولاني اللي هو هتقول احسن اتنين في في احمد ريف عات و احمد عاطف. صح. فهو على فكرة والديفنس برضو. والديفنس برضو في احمد علاق و اه و عبدالغاني. يعني اه اول نصف ساعة اي كرة من وراهم. لغاية اخر دي اه اي كرة من وراهم في السرعات اه اي حد سريع. بياخدوا الكرة بسرعة جدا. يعني فيوت شرويات اتنين واحد. عمر كمان عبدالواحد كرة في العرض هتخلص المطس. صحية. فلا يعني انا متهالي لازم حازم ياخد المشاطر جاي. حازم ياخد. وطريق يرجع. كابت النوسى ما تسأل في المؤتمر الصحفي كابت سوانا بيه. قال انه حازم لسه مش جاهز. يعني مش مبقاش جاهز ماي في المال لسه اجعمل اصابة فمش عايزة ابدأ بيه. لكن هو ما. يعني هو ده السبب اللي ما خلاش حازم يبدأ النهار. تصري حد زكية. مفيش مدرب هي يعني هينتقد لعب وهو على رأس الجاس فاني. مم. لازم دايما تديره ثقة وتديره يعني ان انت دافع ان هو يبقى كويس المشاطر الجالي. انت مفيش غير حازم وحمزة. مم. لكن انا بقولك لو حازم لو حازم حتى سبعين في المية يلعب. مم. يعني يبدأ المطر. مفيش مشكلة ممكن. طيب في لعبين ينتقدوا دائما في نادي الزبالك. يعني حمزة المسلوسي محمود علاء. احيان محمد عبدالغاني. الاسماء دي اللي بتنتقد على طول. بس سيف الجزيري تقريبا من سبب ما نجع من كاس الهوم الافريقية هو مش مش هو سيف الجزيري. ملاحظ. سيف النهاردة ممكن الحسن الوحيدة لضربة الجزيري. صحية. طبعا فنيا مواقع جدا جدا من بعد. مع ان هو في كاس العرب. كان داف. صحية. بس هو برضو فارق معناه الزبال جدا لان انت عمر وسيف. بس انت هم الاتنين دولو بتتحرك فيهم. لما السترايكر الاتنين يبقى عندك مفيش يعني مفيش قوة في الملعب. الموضوع بيبقى صعب شوية. وانت ده اللي بتشوفه دلوقتي سيف السنة اللي فاتت. كان قوة كبيرة جدا مع بن شارقي. اللي اتنين كانوا في كمبة مستوى يعني محاج بوقفهم يعني. طبعا انا كنت سأل سؤال للنفسي يعني. بس انت هتقول الرأي الفني الافضل يعني. لو اشرف لو سيف مش في مستوى. ولو عمر السعيد مش في مستوى. ما تبدأ تغير بقى. يعني يبدأ حط اوباما لعب المركز ده. يعني اوه انسا واحد. اشرف بن شارقي لعب المركز ده. بالزبط. فما ابدأ غير حتى في طريق التشكيل يعني. بالزبط. هو النهاردة طلع ونجن وبره السكور. يعني كان ممكن يعني لو 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 الموضوع هيفضل كده او مفيش خلاص يعني ممكن سيف معرفش في دماغه ايه بس. هو فنيا برضو مش في مستوى. ممكن اشرف يلعبها في يلعب يلعب سترايكر وتستفاد ببحد ناحية اليمين او ناحية الشمال. ويبقى حد قاعد برضو يعني متهالي سيف لو قاعد شوية. ممكن يبقى ده ده فعلي يعني. يعني. طول ما هو بلعب وامستوى هو وحش. يعني هتبقى مشكلة طبعا فممكن تدي اشرف. اشرف النهاردة مكنش اه مش اشرف بنشاهد اتباع السنة اللي فاتت لكن مكنش وحش. النهاردة بس? النهاردة بس. يعني شايف اشرف مستوى ليلة النهاردة بس ولا? لأ انا شايف النهاردة يعني اللي هو. النهاردة بدأ يتحسن. اه لا بيحاول مش هو اشرف بنشاهد لي طبعا. لسه مجاول. يبص لك بيحاول يعني بيرجع يدفع اخر عشرين بيرجع يجيب الكورة ويعني عايز عايز يقول انا موجود يعني. فانا بقول لك يعني هو ارشرف مزاي السنة اللي فالت طبعا. بس ابتدى يعني ابتدى من النهاردة. لكن هو طبعا المرشادة اللي فالت زي زيف. فرقة فيها يعني تقريبا تسعين في المائة من اللاعبين الموجودين في المرعب بعيد عن مستواهم. يبقى منتظر منها ايه. يعني تتكلم انت عندك نجوم على الورق. الاسماء اللي احنا قلناها دي كلها دي اسماء كبيرة او لعبين دوليين. بزاك. ليه كل المجموعة مش في مستوى. ليه يعني. اصف الدين الجزيرة ده منافرد منتخب طولس. بزاك. واشرف بنشان بيلعب في المغرب زيزو. بس زيزو يمكن اكثرهم سباتا في المشتوى. انا قلت رس اقولك لو مارش كان خلس اتنين اتنين. انا نهاردة مفيش غير زيزو اللي بيلعب في المغرب. يعني زيزو هو الوحيد اللي تقدر تقول ده. ده مش يعني ده مستوى ثابت. وده ده تقيم عليه الفرق كلها. صح. لكن لو هاتف العشرة مش هتلاقي واحد يعني زي المش اللي فات زي المش ده. مم. لكن زيزو يعني ما شاء الله من اول دقيقة لازم لازم بيبقى الكرة تبقى عنده تبقى مهمة. صح انا هجيلك على زيزو هتكلم عنه كتير. بس اللي تحليلك ايه انه مجموعة كبيرة انا افهم ان انت ممكن يبقى فيه تلاتة عندك مش في مستوىهم. لما تلاقي تسع او عشر لعبين مش في مستوىهم. طب انا كمدير فني بره هعمل ايه? او مش المارش ده بس. اما انا بتكلم على الفترة. المارش الفترة الفات دي كلها. اه. وبعد كده انت لو هنتكلم كمشاكل ادارية. اه. ده السنة اللي فاتت خط دوري في ظل اه اللي اه اللي جان كتير وفي ظل تخبط اداري كبير جدا. اه. فالمستوى الفني بعيد عن عن الموضوع الاداري. اه. اللعيبة كلها ممكن لعيب او اتنين او تلاتة. اه انت عايز تقولي ما يعني هم مش محتاجين مبررات. يعني مش مفيش مبررات. لا انا بص يا كريم اقول لك مبرر المارش او اتنين. اه. لكن انت البطولة الافريقية انت الله هو عالم اللي يحصل فيها. انت لازم تكساب تلات مارشوات. وبرضو هتستنى برضو نتايج. صح. الدوري انت النهاردة لو كنت اتعدلت مشكلة كبيرة جدا بتبعد اه بطريقة كبيرة جدا. صح. فعشان انت السعادة انت مش بنفسك الاعلي بس. انت بنفسك الاعلي وبالا منزل بزبط. وانت خلي باقي النهاردة فيوتشار لو كسب كان بقى خامس. طماندشار نقطة يعني. صحيح. عشان كي اقول لك النهاردة الزمالك. اهم حاجة في المارش كله ان هو كسب. النتيجة. اداء مش هتلاقي اداء. فرص كمان على فكرة فيوتشار ضيع في فرص نالي الزمالك. صحيح. فانت لو هتتكلم في المارش ان هو فوز. مهم جدا. معنويا. كتير. طبعا. يرجع سكر اللعيبة. يرجع سكر الجمهور في اللعيبة. الادارة في اللعيبة. يعني يحل لك مشاكل جوه قط اللبس. لكن كاداء. لا انت في لعيبة كتير جدا لازم بصراحة تعيد حساباتها. تعيد حسابات. لا كلها. يعني كلها ممكن اتنين تلاتة لعيبة بس. الاسم. انا نسيختي السؤال بهذه الطريقة مع كبتل طيحي واكرره عليك. شكبالة. شكبالة انا وانت وكل الجمهور اللي في الكورة في مصر سواء حتى بتشجع الزمالك او ما بتشجعش الزمالك هتتكلم على موهبته العظيمة جدا. شكبالة. بس هل شكبالة في هذا العمر يبدأ مباراة فيها سرعات كبيرة زي مباراة فيوتشار دفاعين وهجمين عايزة انك تروح تدفع وعايزة تروح تهاجم زي مباراة الودان نفس الامر. تبدأ بشكبالة وانت عارف ان انت الخصوص من بتاعك هيدفعك ويهاجم عليك بشكل كبير جدا وانت محتاج كل شوية تروح ترتد. هل شكبالة يبدأ ولا يختم. بالعكس يعني ابو جهة التوزر انا عايزة حافظ على شكبالة ويفضل يعني يفضل زي ما بيقوله يعني منور فيلت ناس زي ملك. ادي له اجزاء مباراة تعرف تلعب وامتى. مم. لان شكبالة مش يعمل لك يعني مش يعمل لك يعني القوة الدفاعية زي زي زمان او عامة الشكبالة من النوعية اللي هو كالعيب انت تدخب منه في الهجوم اكتر من الدفاع بكتير جدا جدا. صح. فمارشات زي الوداد هناك زي مسلا رجاء ايا كان بيترو قتلتكو هناك. مم. يعني الاولوية دايما بتبقى اللعيب اللي هو. الجراي. اللي هو هيديك. ها هيديك طاقة. مارش زي النهاردة انا كنت افضل لشكبالة ينزل الشود التاني. انت النهاردة فتوح. وحزم نزلوا الاتنين. فرق. بقوا موقفين عمر والباكليفت اللي هو بتاع بتاع فيوتشر. مم. موقفينهم من الاتنين. الاتنين حزم وفتوح. في التمنتاشر على طول في بتاعت فيوتشر. فعني الشكبالة ياخد اجزاء المباراة احسن من اللي هو يبدأ. صحة كده ياخد في الاخر. انا انا ساعد بحيث انه الشكبالة يهضر مجهوده في بداية المباراة. بسا كريم الكرة يعني هي في العالم كلها في العالم كله كده. انت دلوقتي الناس بتقطع في يعني مش بتقطع يعني تنطاقت كريسيان الورد. ماشر. لو ما جابش في مارشين مسلا يعني قاعد مارشين ما جيبش اجوان. مسي نفس الكلام في في الدورة الفرنسية. فعبد الشافي مع عبد الشافي الناس بتقول لك فتوح عشان فتوح مسلا عنده حتة الهجومية والدفاعية اصغر من عبد الشافي. فهي. دي مش عيب. لا مع السني ده مالوش علاقة بالدهية كرة كده يعني. طيب انت قولت كريسيان وميسي الناس الولاياتي بيتقول لك لا يعضوا. بزبط. الناس بيتقول لك كريسيان وميسي يعضوا. اه تا ميسي مبعادي تلات اربعة مش عيبش اجوان في عففا. كريسيانو 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 جميل ما تشيل سنانية الدولاياتي بيتقول يعد. كريسيانو جاي بتسعت اجوان لحد دلوقتي. ويقول لك يعد. ما هي كريم الكرة كده في العالم كله يعني. ابراهيم وفيتش اللي هو يعني السرايكر يعني العظيم في الكرة. صحيح. غزمنا عنه بتعور. على طول ما بتلقوش قافله في الملعب. فبالعكس انت عايز يعني معنا صح يعني ان انت تخليش كبه موجود اكتر بتطول عمره في الملعب. ها. تدي له اجزاء في المباراة. فوقات هو يعني بمعنى صحة بلغة الكرة يتصيط فيها. كيف ابو جبل? ابو جبل اه يعني بيظل هو ابو جبل جون كبير. جون كبير يعني النهاردة برضو هي اتنين واحد شال انفراد. وآآ يعني هو في حاجة اكيد في دماغه لغاية دلوقتي عشان مضوع التجديد. يعني النهاردة الصبح انا مع اريد في كل يعني في كل يعني السوشيال ميديا انه هو مضف مضف النصر مسلا. ام. اكيد كله اقارى كده يعني. اكيد برضو هو الموضوع ده ممكن مش مش هينفع ما يقصرش عليه في الملعب. انا موجود ده معنا لو غيرت ايه هيحصل طب انا انا دلوقتي في عقد برة وجوه في الناس زمالك عايزة جدد. في نفس الوقت تصريح بتاع امير النهاردة. وتصريح بتاع المسشار المنصور اللي عايز يجدد انا موجود. ام. اللي مش قابل الوضع فيمشي. انت ارواك في الفكرة دي اصل. انه اللي اللي مش عايزي جدد يجي يقولي بقى. انا بصراحة دي اشافة اهم حاجة عملت الفترة دي. ام. يعني التصريحين الاتنين دول مرتبطين ببعض اهم حاجة عملت. لانت خلاص انت عايز تشوف بقى تعمل ايه ما كل ماتش. اللي عطاها تقول المبرر اصل اللعيب ده مجددش. اصل بنشرق مش مركز في الكورة لا مركز في التجديد طب هيعمل ايه. ام. فانا شاف اللي الموضوع ده ملفات التجديد دي لازم تتحسي من النهار ده قبل بكرة. طيب لو انا مساء اللعيب وعادي مفهود يخلص نهاية الموسم ده وروحت قلت لا يا جماعة انا مش نوى جدد. المفهود التعامل معي بقى عامل ازاي? في مصر. اه. مش هيلعب. مش هيلعب. في مصر مش هيلعب. ام. وعندك مثال في كل يعني مئة الف لعيب. ام. في مصر مش هيلعب برا يعني هنا مش هيلعب. ممكن مع لو لو مدارب اجنبي. الادارة سايباب راحت ويت. يبقى هو اللي بيتحكم في كل حاجة. هياخد منه فنيا لاخر المطر. ام. لكن في مصر مش هيلعب. يعني النهاردة بنشالي لو مش هيجدد مش هيلعب. ابو جابل نفس الكس. حتى لو استفيد منه. حتى لو استفيد منه. ما دي نقطة غريبة كابتان احمد. ما هو انا بقول لك في مصر شانا يقول لك في مصر. اه. يعني هو طبعا حاجة مش طبيعية طبعا. انت كلا يما بيه. في باريس سان جرمان عاد ويخلص نهاية الموسم. اه. وغالبا هيروح لها المدريد. ده كل مانش بيتسائل في الانتروفيو عادي جدا. اه. لا مش بس كده بقى. هو نجم الفرقة دلوقتي هو افضل من ميسي وافضل من نمار. بالزبط. هو ما ما ريحش بقى شوية ولا قال مسلا مش هلعب ولا المدارب قال لا مش هلعب اقدام بيش نوي جدد. اه. فلا لا يعني الفكرة دي بتجنبش. المنترتي صعبة شوية. اه. انا عدي عقد. الادارة يا كريم هي اللي بتتحكم. ام. رئيس النادي في في هو اللي بيتحكم في القصة دي. ام. يعني التجديد كله بيعصل هو انا اللي جددت. ام. ما بيطلع يقولك انا اللي جددت الكريم انا لجددت الغانم. اه هو اللي يعني يسيطر على المدير الفني يقوله كده. لكن لو لو يعني اقولك الحاجة. لو لو جروس او فريرة اللي هو مش مش فريرة. اه فريرة. ده ان دول بيبوا بيبوا حاكمين كل حاجة يقدر يخش في الكصة دي. يعني يقدر يخش في الخناعة دي مع رئيس النادي. ام. ويقدر يستفيد بالااا باللعيب. شايف مين انسب للزمالك الفطر اللي جاي. اهه انا سمعت اسمين بس طبعا فيه واحد يعني اللي هو كوبر طبعا صعب. مع منتخب الكوبر. اتمنى في ريلا. في ريلا. انا سمعت اخر حاجة كده يا. طيب. جيزوالدوفريرا دي قصة برضو. عايزة نقشك فيها. مدرب عنده 75 سنة. أنا وإنت مقتنق. وكل الناس. مدرب عبكاري. هو بروفيسير في قطر أصدق. مدرب عبكاري. 55 سنة ما هو. زي ما بنتكلم على اللعيبة. إن إنت عايز تجدد في الملعب والشباب. هافضل لحد إمتى أقول جيزوالدوفريرا. لو كل ما المدرب يمشي من الزماجر الفيكرة يتقلق اسم جيزوالدوفريرا. ومشي إزاي برضو. بس على فرض أنه هو قابل إنه يجي مصر. تمام. إنت شايف إنه مناسب؟ دلوقتي لا. دلوقتي لا. دلوقتي لا. هم لما قالوا المدرسة البرتغالية. كذا تصريح سمعت المدرسة البرتغالية. أنا مجاش في دمائك فريرا يعني يقول تأكيد مدرب تاني يعني. دلوقتي متهالي هتبقى صعبة. الراجل أصلا في قطر نفسها مش مسك يعني خلاص. اشتغل شوية ودلوقتي يحطينه زي مستشار. فبتبقى خلاص يعني اللي هو يعني اللي هو خلاص يعني اللي هو اعتذر التدريب مجرد رأيه استشاري. فأنه هو يخش في الموضوع تاني. دلوقتي تبقى بالنسبة لي مش تبقى مش تبقى في صالح نادي الزمالك يعني. طاقع الاسم اللي جاي هيبقى اسم جديد خالص ولا اسم اشتغل مع نادي الزمالك واشتغل في مصر قبليك؟ لا أصلا خلاص يعني معلشة كريمة يعني بلشيكو ميشي جبنة تاني. كارتنون ميشي جبنة تاني. يعني خلاص يعني مفروض بقى حد مدرسة جديدة تيجي تضيف بقى لنال الزمالك. يعني الموضوع ده خلاص يعني يعني مش 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 شايفه مفيد يعني. ان انا مدرب يمشي عشان نجح فأجيبه تاني. يعني موضوع مش مفيد يعني فشايف لو مدرب جديد مدرسة جديدة تقدر تضيف لنال الزمالك بقى الشخصيته قوية. طيب اسم جديد في الوقت ده في الظروف دي هيبقى مناسب؟ يعني اسم جديد انت تدخل على فرقة موقفة صعبة جدا في دولة ابطالة افريقيا. فرقة موقفة مش مش مستقرة في الدارة وان كان الزمالك مزال ينافس وبقى يعني. وظروف صعبة عند اللاعبين ولعبين هتمشي ولعبين هتوقع تجيب اسم جديد خالص ولا تجيب اسم متمرس شوية في مصر. في القرى الافريقية على الاقل. لا. انا بكلمك على التوقيت. لا التوقيت ده اروح معاك للقصة اللي انا اجيب واحد يكون. يكون يعني يكون الموضوع النال الزمالك ده يعني شايفه قدام يعني على طول يعني يكون شغال في افريقيا موجود في الساحة عامة افريقية او العربية. مش انا معاك في القصة دي يعني. لكن احنا اسمع التصريح دلوقتي برضو ان يعني حتى لو كابتل اسامة عمل نتائج كويسة برضو في مدرب هيجي. اه. فانا روح معاك لحتة طبعا ان مدرب موجود في الساحة العربية والافريقية. التصريح ده عاجبك? يعني لو كابتل اسامة عمل نتائج كويسة? بالنسبة لي لا. تسيبه الاخي المسلم? اسيبه طبعا. اه. واحد ماشي كويس وقدر يسيطر على قط اللبس وقدر يسيطر على الفرقة. اه. ويقف على نقطة ضعف ونقطة القوة. اه. طبعا ليه ما اعملش كادر جديد للزمال. اه. يقول له دايما انه الزمالك والقالة ما تدلوش مدربين محليين او مصريين. لا ادي المدرب صلاحيات. ادي المدرب صلاحيات واتدي له صلاحيات ان هو يقدر يبقى هو رئيس جمهورية الجهاز الفني خلاص. يعنى اللعيب في الاخر يا كريمة هيخاف. العيب في الاخر هيخاف هيخاف على مستواه هيخاف على ما على ال. على ان هو يلعب على طول فامدرب بس يدي له شخصيته ويدي له صلاحياته اه. اعتعامل كادر جديد يعنى اين المشكلة. صحيح. كابتن كبير كابتن احمد غاني مسلطان. شرفتني ونورتني كالعادة ايمن بسعبتواجدك معي. انا بشكولك شكرا جديد. شكرا كريم شكرا كابتن احمد. شكرا